العراق يطرق من جديد أحد أبواب المقيس والمؤشرات العالمية التي تتعلق بالسلام ورفاهية العيش لكن أحدا كما جرت العادة لا يسمع والسبب لا يزال قائما وكرر نفسه هذه المرة بابتعاد العراق عن كل ما هو جيد من تصنيفات العيش في العالم مؤشر ايكونوميست انتليجنس استبعد بغداد مجددا من تصنيفات رفاهية العيش المؤشر هذه المرة لم يشمل عددا من عواصم العالم التي عدها الأكثر خطورة مثل بغداد وكابول فضلا عن بقاء العاصمة السورية دمشق في الترتيب الأخير يعتمد مقياس مؤشر الرفاهية على جوانب أساسية كالصحة والتعليم والبيئة والأمن والمساواة الاجتماعية وتحديد اتجاهات التنمية البشرية كما يأخذ المؤشر بعين الاعتبار مستوى المعيشة وتوفر الوظائف وحرية الخيار ويعتمد المؤشر كذلك على شعور المجتمع حيال الحكومة ودرجة الاستقرار وهذا ما لعب دورا كبيرا في استبعاد العراق من تصنيفات المؤشر بسبب فساد الأحزاب الحاكمة في البلاد الذي دفع العراقيين للتظاهر والاعتصام وتأتي النتائج السلبية لتصنيف مؤشر Economist Intelligence بشأن خطورة العيش في بغداد بعد أيام قليلة من نتائج النسخة الأخيرة من مؤشر السلام العالمي التي صدرت عن معهد الاقتصاد والسلام والتي احتل العراق فيها مرتبة غاية في السوء هي المرتبة الرابعة في قائمة أخطر الدول في العالم حيث الزيادة الكبيرة في معدلات الجريمة والعنف والإرهاب وتنامي الصراعات الداخلية كما تتزامن نتائج مؤشر Economist Intelligence مع أحدث تصنيف لموقع التنمية الاقتصادية المستدامة الذي احتل العراق فيه مرتبة سيئة في قائمة البلدان التي تهتم بتحويل الثروة لرفاه مواطنيها تماشيا مع مستويات دخلهم ترجمة نانسي قنقر